السلام عليكم سنشاهد في هذا الفيديو مشكل ارتفاع درجة حرارة كارت الشاشة حيث عند الاكتر من اللاعب عليها هنا تصل درجة حرارة الى اكتر من 70 درجة مئوية وهذا مشكل يجب حلوه حيث لحل هذا المشكل اخواني تابع معي خطوة بخطوة اولا نفتغي الكمبيوتر هنا ثم نقوم بفك البرغي الخاص بتثبيت كارت الشاشة قوم بنزل اسلاك نقوم بجذبها من اللوحة الام نلاعظ هنا ملصق الضمان حيث في حالة اذا ما اشتريتها جديدة وقمت باللعب عليها ورائيتها تسخن فيجب ارجع المحل الذي اشتريتها منه نقوم هنا بفتح البرغي الخاصة بمشتت الحرارة وهنا نرى الجي بيو الخاص بكارت الشاشة او وعدة المعالجة الخاصة بكارت الشاشة نقوم بتنظيف معجون الحرارة القادم ونقوم بتنظيف جيدا وننترك اي اثر لمعجون القادم وهنا نقوم باضافة المعجون الجديد نقوم بنقطة في الوسط فقط ولا تقوم بالاكتر من المعجون الحراري نقوم برد مشتت الحراري الى مكانه هنا ونقوم بتثبيته بالبرغي جيدا ونعيد تركيب كارت الشاشة الى اللوحة الام ثم نعيد تركيب الاسلاك ثم نغلق غيطاء الكمبيوتر نقوم بتشغيل الكمبيوتر ونرى ان كانت درجة الحرارة اكثر من 70 درجة مئوية او لا وبالتالي هنا اصبحت اقل من 70 درجة مئوية وبالتالي هنا قد تم حالينا هذا المشكل ارتفاع درجة حرارة كارت الشاشة بطريقة بسيطة والسلام عليكم اشتركوا في القناة